النهاردة حلقتنا هترجعنا للماضي النهاردة حلقتنا فيها ريحة الماضي الحنين للماضي الحقيقة أحياناً كتير بيوحشنا جداً كل الأيام الحلوة اللي فاتت اللي عشناها اللي عشناها زمان أيام طفولتنا أكيد كلنا كنا بنروح بيوت أجدادنا ونبقى فرحانين قوي باللمة دي ونبقى فرحانين قوي باليوم ده وكان ليها ريحة مميزة ودايماً كده في ذكريات معينة بنفتكرها كلنا صوت القرآن الكريم يوم الجمعة وبعد صلاة الجمعة وقبل صلاة الجمعة والبخور اللي كان بمقى مليان البيت والتأييلة بتاعت ساعة العصرية ويا سلام على كوبهية الشاي ولا فنجان القهوة اللي معمولين بحبه وبمزاج حاجات كتير بتوحشنا لما بنفتكر أيام زمان والحقيقة أنه أوقات بنزهق من سرعة الزمن والسرعة اللي بقينا عايشين فيها دلوقتي ونحن الوقت الزيارات اللي بجد مش دلوقتي كل واحد بيقعد ماسك تليفونه ولا حد عارف مين بيقول إيه ولا حد سامع حتى اللي جنبه بيقول إيه ولما نوحش بعض نبعت لبعد رسالة الطبق اللي كان بيلف على الجران واللمة والحب اللي كانت بتبقى موجودة بين الناس كحك العيد اللي كل لنا كنا بنعمله بأيدينا مع جدتنا والحقيقة أنه العدية والبومب والسواريخ كانوا بالنسبة لنا لحظة ما تتنسيش فالنوس رمضان والزينة آه في حاجات منها لسه الحقيقة بنعملها لحد دلوقتي بس زمان وإحنا أطفال لأ كان ليها طعم تاني وكان ليها ريحة تانية وكان ليها شكل تاني وفرحة تانية لبس العيد أو اليوم مدرسة الشمطة الجديدة المقلمة الجديدة النستالجيا دي الحقيقة بتحسسنا بسعادة كده وبقى حسيس لأ بجدب توحشنا وكأننا عايزين نرجع لها تاني وإحنا عيال على رأي الست كده زي ما كانت بتقول وزي ما تعلمنا كلنا الكلمة دي منها عايزنا نرجع زي زمان قل للزمان ارجع يا زمان الحقيقة أن كلنا عندنا حاجات بتفكرنا بزمان وبتفكرنا بالأيام للطفولة وبأيام زمان اللي كنا كلنا بنحبها صور مثلا فيها ذكرات حلوة بترجعنا الوراء صور مصيف صور سفرية صور لامة حلوة صور عيد ميلاد الحقيقة أن فيه لحظات جميلة كده كانت دايما بيننا وبنبقى دايما مبسوطين لما بنفتكرها